ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء أعمال الجلسة العادية للمجلس وتقدم المجلس بالشكر للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على إصدارها التقرير الأول الذي تقدمت به إلى الحكومة وقرر المجلس لراسة جميع بنوده كما وجه صاحب السمو رئيس المجلس الوزراء لمتابعة برنامج الحكومة وتذليل العوائق التي تحول دون استكمال بعض البرامج والمشاريع وتوجه مجلس الوزراء بالإشادة بمواقف خادم الحرمين الشريفين وبجميع الجهود التي يقوم بها في سبيل خدمة الأمة الإسلامية والإنسانية جمعا وناقش المجلس مجموعة من المواضيع والمذكرات المطروحة على جدول الأعمال واتخذ في شأنها عددا من القرارات وعقب الجلسة عقدت سعادة السيدة سمير أبراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة مؤتمرا صحفيا أكدت فيه أن المجلس ناقش المذكرة المرفوعة من معالي وزير الداخلية بشأن مشروع قرار وزاري يهدف إلى تحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المواد ثمان وتسع وعشر من قانون الجنسية البحرينية وقرر المجلس تحويل المذكرة إلى اللجنة الوزارية لشؤون القانونية لمزيد من الدراسة ووفق المجلس على المذكرة المرفوعة من معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع رئيس اللجنة الوزارية لشؤون القانونية بخصوص مشروع قرار بإنشاء مجلس السلامة والصحة المهنية كما وفق على المذكرة المرفوعة من معالي وزير المالية الوزير المشرف على شؤون النفط والغاز بشأن الانضمام إلى عضوية الاتحاد العالمي للغازة كذلك ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن تعديل مذكرة التفاهم المبرمة بين الوزارة وجمعية المحامين الأمريكية وقرر المجلس تحويل المذكرة إلى اللجنة الوزارية لشؤون القانونية لمزيد من الدراسة كما ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من سعادة وزير البلديات والتخطيط العمراني بشأن تنفيذ مخطط الحزام الأخضر الذي يقوم على فكرة تحقيق الموازنة بين الاستخدام الأمثل للمساحات مع المحافظة على الرقعة الخضرة وقرر المجلس تحويل المذكرة إلى اللجنة الوزارية المختصة لمزيد من الدراسة واطلع المجلس على المذكرة المرفوعة من سعادة وزير الصناعة والتجارة بشأن زيارات الوفود الاقتصادية والتجارية البحرينية والفعاليات المصاحبة لهذه الزيارات